بنتعرف الآن على الاحتمالات احتمال وقوع أي حدث اللي هو ال-B-A عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فضاء العينة اللي هو ال-S أو ممكن نحن بنسميه بلغة أخرى بنقول الجزء على الكل الجزء اللي هو عدد العناصر للحدث على الكل اللي هو فضاء العينة طبعا أي احتمال يا شباب قيمته دايما أكبر من الصفر وأصغر من الواحد لا يوجد احتمال أكبر من الصفر ولا أصغر من أكبر من الواحد ولا أصغر من الصفر لو كان صفر يبدأ اسمه حدث مؤكد لو كان واحد يبدأ اسمه حدث هذا مؤكد هذا مؤكد آسف لكن الأول حدث مستحيل لو كان صفر حدث مستحيل حدوثه لكن لو كان واحد حدث مؤكد ودايما يا شباب الصميشة من I بتسوي واحد لأن ال-B-I يسوي يعني مجموعة احتمالات كلها لأي مجموعة من الحوادث تسوي الواحد القيمة المتوقعة بيرمز لها بالرمز ال-B-E-X يبارى عن X في ال-B-X دي تسمى القيمة المتوقعة نشوف هذا السؤال السهل إذا كان احتمال حدوث الحدثة ال-B-A احتمال حدوث الحدثة A فهل ال-B-A أكبر من الواحد طبعا لا استحاله يكون أكبر من الواحد هل أصغر من الصفر طبعا لا يمكن أنه يكون أصغر من الصفر بناء على هذا القانون هل ال-B-A بسوى الأربعة طبعا مستحيل ال-B-A أكبر من الصفر وأصغر من الواحد نعم فعلا زي ما احنا قلنا الحدث أكبر من الصفر وأصغر من الواحد الواحد ترجمة نانسي قنقر